ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وللسمنة أضرار صحية عديدة منها زيادة خطر أمراض جهاز التنفسي مرض السكر ارتفاع ضغط الدم زيادة الكولسترول وأمراض القلب أما عن الأضرار النفسية فتتلخص في شعور الطفل بالحرج وسط زملائه من اختلاف شكل جسمه مع عدم قدرته على الحركة بنشاط مثل أقرانه وقد يضطرب سلوك الطفل وينخفض مستواه الدراسي نتيجة لذلك أستاذ سالم يمكن الصورة تغيرت عندنا في الوقت الحالي ونشهد كثير من السمنة يعني كان يمكن في عندنا طالب شوية متين في اليام الماضي كنا نقول لنا في حالة أو يمكن فيها مرض ولا شي لكن الحين انتشارها بين طلاب المدارس بعيدا عن الجانب الصحي شو أثرها في المدارس طبعا ما شاء الله هنا عندنا تقريبا نسبة 30% من طلابنا عندهم سمنة السمنة طبعا لها أثار بالنسبة للتحصيل الدراسي ليش؟ لأن يكون الطالب مش مرتاح في كمنظهر العام هذا واحد ثاني شيء أيضا للأمراض اللي تصيبه مثل اللي هي السكري من الدرجة الثانية وأيضا التنفس عنده يكون في صحبه فعدم الارتياح هذا ينزل مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب بشكل كبير في المجال التعليمي أسبابه طبعا كثيرة من أسبابه أسبابه طبعا تعود إلى البيت والتغذية أيضا حاجات وراثية أيضا تسبب عملية السمنة هذه أيضا فهي كل الأسباب ترجع إلى عمليات تفصيل وتنظيم في البيت بداية ثم إلى المدرسة أكيد العام الوراثي له طبعا مسؤولية وجانب كبير ولكن يقوى بالممارسات والسلوكيات والأسلوب الغذائي اليومي بس استاذي بسألك موضوع السمنة المفرطة هذه المنتشرة الحين معدية بمعنى إذا في طالب عنده عادات سيئة في موضوع التغذية ممكن أنه يعدي ربيعة يغار منه يحب يأكل نفس هذه المأكولات اللي يعني فيها ألوان وأصباغ يعني تشهي العين على الأكل فهل هي معدية؟ إذا قلنا مش معدية بنقول يعني حجمناها وائد لكن هي فيها عدوة العدوة ليش لأن القدوة أنت الآن هنا كم زملاء في المدرسة في قدوة نذهب مثل المطعم مع بعض ناكل مع بعض في المدرسة في السلمة في هذا ففي قدوة موجودة فهي عملية اقتداب زميلك في المدرسة فتسبب أيضاً عملية السمنة أيضاً رجعوها بعض المستشفيات أو بعض الدراسات أساساً أن والله بعض الأنزيمات عند بعض الأطفال الإفراز ما لا يكون ضعيف فنسبة الحرق عنده تكون ضعيفة فهذا تسبب عنده شو مسألة السمنة أيضاً ما تنحرك الدهون ما تنحرك الدهون نعم طب عندنا مشكلة أخرى أن نشاهد دائماً حتى في الألعاب الرياضية أو الحصص اللي هي الرياضية للأسف نجد أن الشخص هذا اللي يحمل وزن زائد بدل ما يكون هو أول المشاركين هو أول المبتاعدين يتحصل يالس بس يحكم يتم يسولف على الشباب أو يسوي حركات أو هذا ما نحصله متواجد في الألعاب الرياضية وأيضاً ما نجد اهتمام المدرسين أو معلم الرياضة بأنهم يخرطونهم في الرياضات هذه الطالب اللي في عنده سمنة تجد نسبة المرح عنده أعلى أعلى شوية نعم فتلقاه إذا بانتباه للزملاء أو في الفكاهة نعم فأشياء كده يبتعد عن المجال الشو الرياضي ويبتعد أيضاً عن الملابس الرياضية نعم لأن الملابس الرياضية هنا تراف الملابس الكندورة ما شاء الله الفضفادة شوي ثاني شيء أيضاً عدد الطلاب اللي عنده مدرسة الرياضة عدد أيضاً مش بسيط هي الوزارة وزارة التربية مش انها مش مركزة على المجال هذا مركزة وايضا وزارة الصحة عاملة ايضا برامج في عملية الاطفال لأساس النزل هذا لكن من وين تبدأ؟ هل هي تبدأ بس بقط من المدرسة ام تبدأ من البيت؟ كنت بس ألك هذا الشي لانه يعني فيه اذا عرف السبب بطول العجب ونصف العلاج الاعتراف بالمرض اذا حددنا اولوية من هي الاهل ام المدرسة عشان نقدر نحن نحل برايك الشخصي الاهل ام المدرسة في المرتبة الاولى؟ انا شوفوا كلهم اثنينتهم في نفس الاهل مسؤولين اثنينتهم المسؤولين نعم المسؤولة الاولية على الاهل عدم تدليل الزايد بالنسبة للطفال عدم اعطاء مصاريف مبالغ فيها كبيرة اثنين ثاني شي انه لازم يطلع من البيت ما اخذ واجبته واجبة الافطار الصحية صحيح لانه فيه نظام غذائي صح لازم ايضا تعود طفلك انه في فترة الغداء يتغدى معاكم نفس غذائي الاولي الصحن واحد صحيح انزين هنا نقول والله الصحن واحد يمكن يفتح المجال اساس لك الكثير لا الصحن واحد سبحان الله يشبع بسرعة وتلقى ان الطفل ما يأكل وايد كمية المشاركة يعني المشاركة هي انزين ثاني شي اهتماما ايضا واجبة العشاء ما له انه ما تكون متخرة الحين هنا معنا مثلا طفال موجود في بعض الاسهر ساعة 12 انزين تلقى المطعم ياي ياي ساعة 12 بالليل ولو اياي بعد ما اكلت السريعة بعد ايه ما كانت سريعة ازين كلها الساعة 12 الواحدة ازين نام صار في عنده اضطراب بالنسبة للنوم صار عنده اضطراب بالهرمونات صار عنده اضطراب في النفسية مالته يصحى الصبح ما لي ما لي نفس انه اساس انه ممكن يقوم صحيح يصحى عشان يروح للمدرسة بدون رغبة فعشان كذا يمر على الحليب المحطي في الصالة او في المكان هذا شو ما امره جدا منه ايه ما اشاهل ايه ما اشاهل لان اصلا نايم استاذ قلت اضطراب نفسي اضطراب نفسي هو اللي يؤدي انه يكون عنده حس فكاهة لكي يعوض ما ينقصه من ثقة بالنفس هي ممكن تكون هي مسألة لان سبحان الله اي نقص عند اي انسان يتعوض بمجال تاني بس الغالب على طبع الناس اللي عندهم سمنه اللي هي الفكاهة قلبهم طيب بشكل عام هاي هاي طبع بشكل عام هم حياتهم رحة سبحان الله سبتشين تمو اسمين ها لا فا الزيد لكن في شي مهم الحين احنا نتكلمنا عن موضوع اللي هو الافطار الجيد قبل الذهاب المدرسة نعم في الوقت الحالي المدرسة طويلة نعم ودوام بق ايضا مبكري يعني مش انه وقت متخر نعم فاعتقد ان احنا بنحتاج يعني ايقاظهم ساعة ونص عساسا نحطهم بس في المود اللي احنا نقول عنا نعم الحالة اللي ممكن نحنا نعطيهم فطار صحي وياقلوه هذا فيقومون عامة انهم اي شي يمرون عليه ويروحون فا احنا خرجنا من المشكلة اذا وعناهم بدري شوية ردوا المدرسة رادين في نص الدوام فما نعرف شو نحنا كيف الموازنة بين الاوقات الطويلة وبين عملية الاستيقاظ وعملية الغذاء عملية الاستيقاظ بالنسبة للاطفال اللي هم اعمارهم من تقريبا من تسع سنوات وعشر سنوات توقظهم ما توقظهم بس عشان المدرسة توقظهم مش صالة الفير نزين من يبدأ يصلي الفير سبحان الله يبدأ يفطر ويأخذ الشوار ماله استحمام ماله وبينهي على المدرسة مرتاح مع الفطوره نعم اذا تركتوا لاخر فترة اللي هي قبل وصول الحافظة المدرسة او اذا كان سيارة خاصة هنا يطلع شو يطلع كسلان ومزاجة سيئة المزاجة ومش مناسب للتعليم راح الطفل هالا المدرسة نزين حدخل طابور الصباح بعد ذلك عدخل على نزين الغذاء اللي تقدم المدرسة الان نسبته عالية انه يكون صحي لكن ايضا محتاج ل تثقيف صحيح محتاج لدخاله في المناهج محتاج لتوعية الاهل بالنسبة للغذاء محتاج لنشاط بدني للطفل هذا في المدرسة عساسا انه يكون عنده نسبة حركة نسبة مرونة في المجال ليش؟ انه مثل ما قلنا اليوم اغلبية الطالب هذا وين في المدرسة صحيح معظم وقت نعم معظم وقت يرجع لك من المدرسة على الساعة 4 و 3 ونص خلاص النشاط ما له نازل نعم هنا تشجع على الاساس انه ياخله قصة من طاعة حتى لو ساعة وبعد ذلك تقع عند النشاط رجع مرة تانية يقدر يلعب في الحوش البيت يقدر يتحلق في الحل فهي كلها يعني تعرف في عملية مثل كلها تراكمة مع بعضها لا نقدر نقول المدرسة هي ملامة ولا نقدر نقول لكن هي ممارسات فكلما زادت الممارسات الصحية قدام هذا الطفل تخلص من شو من السمع العادات السيئة العادات السيئة طبعا أكيد زين أستاذ نحن دوم في مساء الامارات يوم نتكلم عن الطفل نكرر جملة أن الطفل يقلد ما يرى وليس ما يسمع سلوك الأهل الغذائي شكت بعد يأثر على سلوك الطفل الغذائي يعني أنا أكل لي أباه ويأقول له لا ما أنت ما تأكل تشيبس أو ما تأكل كذا أو يسمع لا ما يصلح ما يصلح أنا أقول أقول كلام واتب النقيط بالضبط هي لأن أنا وشي قدوة أنا كولي أمر قدوة أنا كمعلم قدوة أنا كمدرسة قدوة أنا كحتى سايك باس قدوة أنا كمشرف الموجود معاه في الباس كمشرفها أيضا قدوة كل شخص كل إنسان يتعامل مع هذا الطفل يعتبر بالنسبة لهذا الطفل قدوة ومسؤولية وكما مسؤولية بغض النظر عن أي عمل هو يقوم فيه كان والده كان والدته كان أخوانه نسأل لاحظ مثل بعض الأسر والله تمنع مثل المشروبات الغازية عن الأطفال صغر نسأل نسأل الشاب الكبير اللي في الثانوية أو في الجامعة يشرب قدامه نعم إذن الطفل يسأل نفسه ليش هذا مسموح لي نعم وأنا ممنوع لي نعم فلازم يشرب مثله طبعا فهي عبارة عن يعني هي عبارة عن سسلة نعم نسأل نحن ندور بها صحيح لما تنظمها هذا ما نمنع أنا ليس مع المنع أنا كمستشار التربوي ما مع المنع المنع بي من خلفك بيستخدم الشيء اللي أنت منعنا يكيد لا بس بمحدودية يعني مثل المحتاجة واجبات سريعة أنا زين ما نمنعه مرة في الأسبوع هي مرة في الأسبوع وسطية هي همبرغر صغير ما يكون كبير أنا زين البيبش يبدال ويحب هذا يكون في البيت أعداد المنزل أو أعداد المنزل مثلا بدا لهاك الدرام الكبير اللي هو الصغير نعم ممكن تضيف ليه شوية ماي بدون ما يحس الطفل ويجربه ويكون أقل طبعا نحن يمكن على الوجع يجايين نحن رمضان ياي ففي صيام نعم نعطيهم بس لأنه يمكن وصلنا لنهاية الفقرة فنبغي نعطيهم يعني معلومات خفيفة تساعدهم في رمضان بالذات الأطفال الكبار ما عليك منهم بيأكلون بيرقدون هاي مشكلتهم مشكلة يبالهم حلقة بروحهم الأطفال بالنسبة في رمضان طبعا اللي هو مقرر عليه الصوم مكتب عليه الصوم هم من أعمار تقريبا 12 سنة نعم 12 سنة 12 سنة 13 سنة نزنهوا البلوغ باقي الأطفال علمهم صوم العصافير نعم صحي نزن صوم العصافير وعبارة عن 4 ساعات 5 ساعات هاي هذا اللي تعلم فيه مش شرط أن يكون فترة الصباح تعلموا هذا الصوم ممكن بعد ما يرجع من المدسة يعني ممكن يعني كل العصير ماله والسندوش ماله ويدي معه المدسة ويفطر وكشي بعد ما يرجع ساعة 3 ونص واربعة ونص يصوم يكمل نعم يصوم لكن أيضا ما تحس السخوانه أنه مش صام نعم حتى له شفطر لا يكون معاملتك معه أنه صايم نزن وكمل الصوم ماله فهذا تشجع على شو تعود على الصيام ثاني شيء أيضا وجبة الافطار مالهم تكون غنية نعم خاصة أنه ما شاء الله يعني في الإمارات وجبة الافطار ما شاء الله ما لذة وطاف فيها نحاول نقل من المقليات أكثر شيء نزن لأن هذه تعمل الفراسات مش ضيبة داخل الجسم وثاني شيء أنا كولي أمر وكأب وكأم وكأخوان أن هنا نتقيد بأنظمة الغذاء الصحي بأن نحس لأطفالنا في البيت متقيدين معانا بنفس النظام لا تسمح لواحد وتمنع عنواح لابد أن نكون أيضا يعني كقدوة منصفين منصفين كقدوة أيضا المدرسة أيضا تشيع من الأطفال مثل ما قلت التثقيف تثقيف محتاج تثقيف إحنا ثقافة الثقافة عندنا بالنسبة للغذية الصحية مش كثيرة أيضا مناهجنا ما دخلت في المجال بشكل كبير في مجلس الثقافة صحيح فمحتاج يعني يكون فيه برامج تثقيفية بالنسبة الطول لازم أيضا منهج يكون أيضا فيه ثقافة بالنسبة أيضا الغذاء لازم يعرف شو مقدار في التفاحة شو الفرق اللي بين في التفاحة وبين الصندويش الهامبرغا شو الفرق بين هذا هذه الأشاكل كاملة توعية وثقافة تعيش ويا ساعدة نعم نحن كمنظومة كلنا نشتغل على هذا الموضوع نحن عبر منبر إعلامي من قناة الضفرة أنتم عبر طبعا الجهة التربوية كمستشار تربوي فنتمنى أن نحن نقدر نوصل هذه الرسائل والمسجات لأطفالنا لهم أجيال المستقبل شكرا لك أستاذ يعطيك الفعافية إذا مشاهدين نشكر المستشار تربوي لأستاذ سالم الكعبي فاصل وراد تين لا تروحوا بيت